دي جيبوتي قدام حضراتكم اهي والخطوط اللي قدام حضراتكم بتعكس مين مسيطر على ايه يعني احنا عندنا ايه عندنا التجري عندنا التجري لوحدهم اللي جايين من الشمال التجري متحالفين مع القرومو وعندنا ابي احمد عندنا تلت جبهات او تلت جهات تعال نشوفوا بقى بالراحة كده اعمل لي لو سمحت وضح لو سمحت ايوة اللي باللون الاصفر قدام حضراتكم اصفر اهو ده اصفر هنا طيران في ميكيلي فوق في العاصمة الاصفر كل دي قوات ابي احمد قوات الحكومية قوات الحكومية اهو ادي القوات الحكومية طيب هو هنا قديسة بابا قدام حضراتكم دي قديسة بابا وميكيلي فوق اللي هي العاصمة عاصمة التجري كل اللون الاحمر ده تجري اللون الأحمر قدام حضراتكم أهو كل دي قوات التجري مسيطرين على هذه المناطق قدام حضراتكم اللون الأصفر قوات حكومية أبي أحمد اللون اللي هو البنفسيجي دهو أهو قدام حضراتكم ده قوات التجري المتحالفة مع الأورومو خد بال حضرتك أنه دي نقطة 2 3 4 5 نقط دول قوات أورومو مع التجري المتحالفين وهم الأقرب إلى قديسة بابا بين قديسة بابا وبين القوات المتحالفة 20 كيلو بس لكن قوات التجري المسيطرة زي ما نشايفين على كل هذا الجزء اللي بالأحمر والجزء اللي بالأصفر اللي هو سيطرة قوات أبي أحمد عليها لكن خلينا أقول لحضرتك هنا حتى كل دي قوات برية معادة دي قوات جوية قوات الجوية الأسيوبية عن طريق المسايرات والطيرات بين الطيار اللي جات لهم وغيره بيبدأوا يخبطوا في مدينة ميكيلي هي فوق العاصمة عاصمة إقليم التجري في الشمال أنا أتصور أنه أريتريا بتساعد أبي أحمد طبعا عن طريق قوة أجنبية للسيطرة على مدينة ميكيلي بالطيران هما فشلوا بريا طبعا لكن زي ما نشايفين الخريطة بتقول أنه في تقدم وفي سيطرة لقوات التجري لكن البيانات الواردة من إثيوبيا بتقول أنه أبي أحمد حقق انصالات في منطقة ميلي في الشرق واستعادوا المنطقة ويأمن وصول الإمدادات من جيبوتي إلى أديس أبابا ترجمة نانسي قنقر